اليوم رح نعمل القراءة العاطفية لبرج الاسد الطالع بنت على الطالع الشمسي والقومري انت يا برج الاسد شكلك في الذكريات والحنين انت شكلك بتفكر في الشخص هذا بدرجة كبيرة الشكل عندك لحفة لهذا الشخص او تتكش اثار بناتكو بس بحينية بحب مش بذكريات مؤلمة لا انت بتحول تتكش تسترجع الذكريات اللي هي اه الحلو اه انت شايف الشخص هذا المتبعد مختفي عنك اه احتمال يكون هذا الشخص انت شايف روحاني جدا جدا ويمكن يكون غامض خلينا اشوف تشكلك انت اه سبب اشتياقك له اختفائه يمكن هو متعد عنك متعد على انظار قاعد لحاله وحتى انت نفسك ما بتعرف عنه اخبار ولا اشي لكن هذا الشيء خلاك تحس بالحنين اتجاهه هيا خلينا نشوف الشخص هذا شكله اه عنده حماسة وهو حاليا حماسته في التغييرات لنفسه اه الشخص هذا عماله بيطلع من شيء من موضوع او عنده حماسة للتغيير اه في شيء ادماني يمكن ان هو شخص مدمن اه شخص هو جاهز لتغيير حياته وهو بيغير نفسه اه كمان يمكن عنده شويتك اه 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 حموة اتجاه العلاقة الشخص هذا بدي يغير نفسه ويجيكم لانه شايفكم انتو فرصة بالنساء له مشاعره الشخص هذا يحاول يحمي نفسه لانه هو مش مستعد للعلاقة هو حسس نفسه انه مش مستعد للعلاقة فهو بحاول يتباعد ويحط حواجز بينك وبينه لحتى هو يتغير ويحس حاله انه جاهز للانطلاق الشخص هذا قاعد بتغيير او بطلع من موضوع ما بس في الاحرى الشخص هذا بيجاهز نفسه لكم بس هو يمكن متباعد عنكم انتو شايفينه متباعد او مختفي نهائيا طيب خلينا نشوف الكروت الرمانس اللي بيحكو لنا لبرج القصر فليرة تي اه اه هادي يعني انه ممكن علاقة كوبتها غزل مت طاقتك المنارة للاخرين طيب نشوف اه 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 هون بحكولك ارتباط حياتك في الحب يصعد الى مستوى عالي من الالتزام احتمال يكون هدا الشخص او انت شخص متزوج او شخص في علاقه خطوبة يمكن انت يمكن انه هو شايفك اماك انت يمكن خاطب او متزوج يعني طرف تالب في بناتكو واحتمال ان هذا الشخص بفكر بيغير بنفسه عشان لانه تعطيه التغيير فهو يمكن بفكر انه ها العلاقة تسعد للارتباط انه يصير فيها ارتباط للبعض منكم اذا انتم يعني اذا قادرقين في ها العلاقة اه ترتبطوا او تخطبوا او يصير خطوبة او زواج حتى لو كنتوا منفصلين يمكن ها العلاقة تسعد لروع انه ترجعوا لبعض طيب هلنا نشوف جروب هو على استعداد لشيء مال الشخص هذا على استعداد وهن بيحفو لك الاجابة على مكالمة ما الذي تدعوك روحك الى فعله اكمال الشخص هذا بدا يتسلكم مكالمة يبعتلكم مساج الشخص هذا بدا يحاكيكم احتمال هو بعدة عندك او اختفاءه لانه هو عمال بعيد العلاقة بقيم العلاقة من اول جديد لانه شايفكم مشاعر من لحيتكم بدا بداية جديدة معاكم لانه شاعر انه انتو الشيء اللي بيتمنى انتو انتو شروحك تتحكي لك هل انك تجيب عليها او لا هي طبعا برجعلك الى لانه حس العلاقة هاي كأنها ماتت انت يعني بدي تم احياءها من اول جديد وشايفها هيك ان العلاقة هاي ماتت نعم في الشخص هذا يمكن يكون في ارتباط في زواج واحتمال هذا الشخص بعمل حواجز او بتباعد بعيد العلاقة من اول وجديد بعيد نظرة العلاقة عشان يرجع فالشخص هذا بستعد لرجوع لكم لانه انا حاسة انه الشخص هذا كان متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما خلينا نشوف وانا نصيحة لك يا برج الاسد بس هم بيحكولك انه في مكارمة جيدك عدر حالك لها الشخص هذا رح توصل لي معاك يعدر الانترنت مسج اي شيء انت هون بيحكولك بيس السلام يأتي من تذكر ان الحب الحب فقط هو حقيقي او طلعنا برج على فكرة السرطان اعتقد بس هون اذا لك تحس في السلامة يفقيدك تتأكد انه الحب حقيقي مش انه مثلا خرافات او خداعات او يمكن انت بتريد نظر في العلاقة وهو بريد كمان نظر في العلاقة يعني اعادة ذكرية اعادة ماضي طاقة الشخص هذا الشخص هذا اما تشافه من شيء او الشخص هذا مستقر مستقر يمكن في زواج الشخص هذا يمكن عايش في العشر كباية او متزوج او شخص هذا اعتقد امه متزوج او هو بجهز نفسه لانه هو جاي متجهة اليكم وهو شايفكم يعني شخصيتكم شايفكم الي هيربا معنات الشخص هو اللي نوه زواج شايفكوا انتم تصنفو كزوج وانم تظلو ياتو مش في علاقة اذا كان هو في علاقة او متزوج فهو يابي نفسي عن هيا العلاقة او جابي لكم عرب اللي هو تكونه طرف اخر في العلاقة. خلينا نشوف شو اللي كنت يحكو لنا. نشوف ليش هو في الطاقة هاي. هو طقت الاستقرار مستقر هاد الشخص متجمد حاليا عفكرة الشخص اللي براقب الاحداث من بعيد. عفكرة الشخص اللي براقب من بعيد بس انت مش مدرك ان هذا الشخص براقب. وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته اليك. وحاسك انك انت كل ما لك بتزيد يعني عز. يعني كل ما ابعد عنك هذا الشخص انت بتزيد نجاحات وطموحات. وهو شايفك انك انت كمان اه احتمال انك انت بعد ما دركك هذا الشخص استقريك اكتر. وهو شايفك مستقر. فهو شاعر بالاستقرار من ناحيتي. انا الشخص هذا حاسه انا شايفك انت مستقر فاستقر على هواتك. احتمال الشخص اللي بتبعد عنك وتزوج دخل طرف اخر اه او استقر في حياته. لكنه الغريب انه هو شايفك انت بده فرصة وبداية جديدة معيك. شاعر انه هو بده بداية معيك. شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هذا يمكن تشافه طلع ممكن من نكسة يعني صحية. طلع من ادمان معين. اه ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء اخر. وبعدان هو تخطيطه انه بعد ما يخلص هذا العمل انه يبتجه لك. لانه شخص هذا متجه اليك. شخص هذا شايفك اه حاس انك انت يعني كل الخير وش الخير. وشافك انك اه شخص ناجح. ناجح جدا جدا. وشاعر انه هو لما تعرف عليك غير غيرت له كل حياته. غيرت له حياته طبعا للافضل. لانه هو شافك انه انت الاستقرار. انت فرصة. هو تعرف عليك وشافك فرصة. فرصة سعيدة بالنسبة له. فهو شاف انه انه انت اه الشخص اللي كل ما يطلع عليه بيحسه انه اه الشخص هذا حاسس انه مستقر او جاز نفسيا انه يقدم لك فرصة او عرض ما. لان الشخص هذا بدا يتسلك. فالشخص هذا حاسس تقطه فيها سعادة. هو سعيد يعني مستقر هو نفسيا مستقر. فيه شيء هو تركه انتفصل عنه شيء تغير في حياته. وهو نفس الشخص هذا. لو انا شفت انه الكروت هدول العكس او انه مثلا شافك ابتعدت رحالة عنه. يمكن احكي انه خلص استقرب اروح لحياته. لكن هذا الشخص شافك انه انت الفرصة وانت الامرس وانت الهارفينت وانت ثلاث كؤوس. فمش قادر اشوف القراءة انه الشخص هذا متزوج. حتى لو كان هذا الشخص مستقر في زواج. فالشخص هذا بدا يكبرد انت. بس الشخص هذا يمكن نجح في مشروع. نجح في التخلص من ادمان معين. عشان هيك تباعد عنك. مختفي. الشخص هذا. فيه شيء هو غيره. فيه شيء جدد طابطة. بتعدى حتى يقيم العلاقة من اول جديد. فالشخص هذا شاعر انه. بده فرصة معك. هو شاعر انه انت جميل جدا. هو مجادب لك هذا الشخص. هو حسك انك انت فرصة. هو حس انه كأنه بده يسترجعك. يسترجع في حياته. لانه حس انه انت شخص لا تعود. فهو شافك الامبرس والاسقف بنتك. يعني شخص ممكن انت مرتاح مديا وهو مرتاح مديا. يعني هو شخص مرتاح مديا. المبدئيا عندي في الطاقة هو مرتاح مديا. او يعني لو مش مسلا مش شرط انه تكون الطبقة العالية. لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك. وشاعر انه انت شخص عامل مجهود يكبيل في عملك. وناجح انت شخص ناجح. وشخص جميل جدا وجداب جدا وهو زي يحس انه انت فرصة سعيدة في حياة ربس ما حكيت لك. والشخص هذا يحبك جدا مع ذكره هو متجهي اليك. وفي مكالمة منه انتظره. ولكن احتمال انت يا برج الاسد انه انه انت محتاج شفاء. يمكن ان انت انت بتحمل هاد الشخص لكن مع قفل قلب. يعني قفل قلبك عن الحب. فا احتمال انه انت اه الشخص اللي شايفك انك مسلا ما بدك ترجع له. فزاد شغفك. اه عفوا زاد شغفه اليك. شايفك شخص اه يعني بالهارفينت. شايفك شخص يعني جامد نوع يعني شخص احكي لك كيف. شخص انت عارف شو بدك. وانت عفكرة صريحة مواقع التواصل امكان. انت عندك مسلا بتركي كلمات. مسلا عندك. خلنا اشوف اكتر. الشخص اده شكله يعني بدي ايك بشدة. خلنا اشوف. وليش شايفك الاسد فانتك التمام. الشخص اده بحبك. وبدو تسامح. بدو تسامحة الشخص. الشخص يدغير بنفسه. يمكن عزبك كتير يا برج الاسد. وحس انه هو غلبك في العلاقة معي. وراح اغير نفسه وبدو يرجع يتيجي لك. خلنا اشوف. يمكن هو شابك مشهور على السوشيب. او بتعمل انجازات على السوشيب. يمكن انت شخص فنان. اه شخص انت تعطي نصائح. شخص روحاني. اه يمكن انت بتشغل في الصحافة في او بتشغل في مسلا اه اه قنوات لك خاصة. اه انت بترقي عليها دروس. اه عبر. في اشي انت مشهور فيه هو شاكك مشهور شخص مشهور مرمو. انا شايف ان هو شايفك اكتر اشي على المواقع بتواصله بربا. ومعجب بشخصيتك جدا جدا. ازا الشخص هده اه اه فهو شاكك ان انت تصلح عزاوج. وفيك كل الصفات كاملة. اقرأتكو حلما. يا سيدي. انا اكتر من هيك حب مش رحكي لكم يعني هو شايل لكم انه الحب الفائد يعني الحب اللي مشهور. اه هو شايفك شخص نظرة عينيك بتجدبه. ممكن انت عينيك حلمين شوي. طيب شايفك شخص يعني جميل جدا. عنيق محب طيب. اه شايفي كل الصفات اللي هو بتمنى على هذا الشخص. اه هذا الشخص ببادر جعلك. طيب. طيب خلنا نشفلش هو شايفك الهارفند. لاني انا ممكن احتمال تكون في فيكو طرف ثالث. اتمن انت دخلت في خطوبك مؤخرا. انا يعني حس القراءة انها سهلة مش مش صعبة. يعني ممكن انت شايف هاد الشخص متباعد. لكنه مش متباعد. هو بيغير من نفسه. بغير من نفسه هاد الشخص. وهو جايكو. الشخص هدا بخب مشاعره وفكرة عنكم. هو هو. هو. قصد انه يخب مشاعره عنكم. فهدا الشخص اه شايفك انك انك انت مصلح اجتمال. يعني انت بتصلح بين الناس بين المشاكل. انت عندك قيم مبادئ انه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق. يعني انت عندك الحق بتحكيه وبتلقيه. حتى لو انت اللي عقلت فتحكي انا الغلطون. هو شايفك انك انت شخص اه بتعرف تفض المشاكل الصعبة. وشايفك شخص يعني ناجح. وشخص قيادي بامتياز. وشايفك انك انت يمكن الناس بتجي تستشيرك في الروحانيات. يمكن انت شخص بتطبطب على وجه الناس. هو انت شخص اه بتطلع من الصراع بسرعة. يعني اذا عندك صراع اه بتتركه وتروح او بتخليه على ربنا. يعني اه انت مؤمن في انه اه في مقولات اه ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير. بحكي لا يا هم عندي ربي كبير. وشافك مؤمن بالله ومؤمن ان ربنا هو اللي بيحللك مشاكلك. انت بتتركها لربنا. وبنفس الوقت انت بتحل مشاكل الاخرين. بس بتحلش مشاكلك. انت بتتركها لربنا. وهو شاف شخصيتك مرحة جدا 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 جدا. وانه انه الاشي اللي بدك هي انت بتعرف اه اه اطوله وتروح توصله. اه هو شافك انه انه اه يمكن شوي بتظهر فرحك. لكن في اشياء انت بتظهر هاش شخصيا انت شوية بتحب انه تكون غامض بعض الشيء. يعني عندك شوية غموض يا برج الاسد. وشافك شوية غامض فيك شيء غامض. فيك منهم من الغموض. او انت بتحبس امفاسك لاخر لحظة. وانت بتكون تظهر لانك شخص مرح وشخص شغوف. وشخص بتعرف الاشي اللي بدك هي تروح تجيبه. او وشافك كمان يعني انك انت شخص اللي داخلك بتطلع تحكيه. يعني اذا انت من دائم الاشي بتحكي بتوح بتحكي انا من دائم كذا وكذا. صريح. وبعض الشيء غامض يعني بعض الغموض وبعض الوضوح وشافك. وشافك انك انت شخص بتحب المساعدة الاخرين. وبتحب شارك الناس في افراحها. وشافك شخصية مريحة وشافك شخصية مريحة وكمان شخص اذا حدا اجي حكي لك سر انت تتكتم عليه وشافك شخصية يعني هو بيتمنيها وهيك شايفة ايه كمان ايه خلينا نشوف عشان هيك الشخص هذا عفكرة حاس حال انه هو شخص من داخله هو بيت تغيير هو حاس انه لازم يسير زيلك بالطاقة اللي انت فيها طاقة المرح والفرح مساعدة الاخرين حتى لو انت عندك هم انت بتساعد الاخرين بتباشر بتترك همك لربك زي ما حكيت لك انت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير بتحكي يا هم عندي رب كبير فهو بتساعد الاخرين يعني بتشارك في مساعدة الاخرين بتحل قصص الاخرين في ناس هو حس انه في ناس كتير حواليك زي بيستشروك وهو عفكرة الشخص شايف برضه انه في ناس برضه اشخاص حواليك اي مواقع التواصل عطى تعليقات بكتبه لك كومنتات او بحاولوا انه يفوت معاك بصداقة وشاف انه في حواليك ناس كتير والشخص هذا هو شافك انك انت جنتبه اذا انت جنتبه اكيد رح يكون في حواليك ناس كتير والشخص هذا قرر انه يتغير فيه شيء قرر انه يتغير عفكرة لما قلولكو انه حياتك العاطفية رح تطلع على مستوى افضل فانا بحكيلكو هو يفكر في الارتباط ورجوع في الارتباط كمان الشخص هذا بده يربط فيكو وهو حاسس انه حاسس انه كل شي كمال وجنان عنده لكن هو حاسس انه مفتقد الشغف او الغزل في هاي العلاقة او هو مش هاي العلاقة نفسه هو شخص مشتعل غزلكو لهيك عفكرة الشخص بتواصل معاكو الشخص هذا بتواصل معاكو بس انتو بتحسوش عشان هيك انتو بتشتكو تذكريات لورا بس انت بطاقة مليحة بس زكريات مليحة مش زكريات مقلمة او انت تعبال من هاي الزكريات لأ انت بتحن مجرد حنين عندك حنين للماضي حنين احتمال تكون انت اكبر من الشخص هذا للبعض منكم احتمال تكونوا انتو كنتو في زواج وانفصلته والشخص هذا راح غير عمله غير اتجاهه لفترة لحد ما يطلع من مسلا الحزن اللي سببلكو اياه او الا استنزاف للوقت تبعكو استنزاف لصحيتكو فحس نفس انه لازم يتغير عشان يسير بالمستوى الانتو فيه يمكن انتو مستويكو ارقى اعلى يعني كنا طبعا ايه نختلفش عن بعض في المستويات لكن يا نصدي انه انت مصلا انت بنضوج اكتر في المال في العمل ايه شخصية مثلا مرموقة. اه في اشي في اختلاف بناتكو اه مستويات. تمام انه يكون اه انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو. او العادات والتقاليد. المسافات. المدن. تمام انتو من مدينة والشخص هذا من مدينة لانه شايفك انه عموقع التواصل. عموقع التواصل ما كبير. طيب خلينا نشوف اه محبولكوش القبلة دي جماعة. الحوت. العقرب. الشخص هذا نام نية منيحة. من ناحية. لو الارتباط. عشان هيك الشخص هذا هو ناوي ارتباط. الشخص هذا مشتقلكم. جدا جدا. انا منيحة على ارتباط. وعندنا الهايفن اللي هو الدور. والحمل. تمام الشخص يكون هادا برج الحمل. طاقة هوائية اكتر من طاقة القوة مائية. طيب خلينا نشوف شو نوايا. شو خطوة القادمة اتجاه. والشخص هذا من ارتباط. عالفكرة الشخصة لا يمكن غادركو في الماضي. سببتكو الم. وهو بحاول انه يشيل الاعباء الماضي على نفسه. طيب. اه الشخصة بنوايا تواصل معكم. يعني كانت التواصل كله طلع لكم. وهون كانت فيه مقالمة هاتفية رح تجيكو. وهون انه الارتباط اه اه رح تطلع لمستوى اعلى. هون بقول لك انت بجيك السلام الداخلي لما تآمن انه فيه حب. فالشخص هذا ما يتواصل معكم. ما هي انه يتواصل معكم. ويوضح لكم. بالزبط. ايش سر معي. الشخص هذا بديوضح فيه شيء بديوضحه. لماذا هذا الشخص تركو فجأة على فكرة. انتوا اتفجأتو انه تركو فجأة. يعني انتوا فكرتو تخلى. هو مش تخلى. هو راح يغير شيء. اه اه اثناء كان معكو في العلاقة هذا الشخص. لما كان معكو في العلاقة. اه اه كان مش هوش. اه مخام خربط. فهو غير القواعد عنده. غير قواعد نفسه. غير تفكيره. نفسيته. عمله. في شيء غير الشخص هذا ومتجه لكم. في شيء من الماضي. الشخص هذا بديوضحه عن الصمت. بديوضحه عن الصمت. طيب خليني اشباي ده بقى برج الميزان وبرج التور كمال مرة تلا معنا. الشخص هذا بديوضحه عن الصمت. وكأنه. اه. بدو يعطيكو حقكو. هو حس انه غدركو في الماضي. طيب خليني اشوف اشوف خطوطة. العدراء. ايه يا فوري مهارمند. او برج العدراء طبعا. الدفاع. برضا مش فاهم خطوطة يعني. عاكسة بعض. هو اه. هو بدو يحكي لك كلام. قعد فترة طويلة وهو يفكر فيه. وكان يفكر فيه بشراسة. يعني كان هذا التفكير. اه. ما يفرق مخه. نهائيا. الشخص هذا زي بدو يرجع وهو جايب لك اخبار او مبررات او اه. الاشياء اللي عملها فيك بدو يبررها. الموقف اللي حطك فيه بدو يبررها. بدو يطلع من الصم. ويطلع يجيك على هائط شخص في عمان. زي انت بصد. بدو قلدك. بدو يعمل زيها. يحكي بالعقل. العقل. ويحكي بالطريقة العدل. طريقة العدل. الشخص اللي يبعط لك رسائل. يجرب يبعط لك رسائل. ويحكي معك في العقل. ويحكي لك شو الفترة طويلة ها اللي تركها فيك. ايش عمل وشو الانجازات اللي عملها. وهو كيف كان يغار عليك او كيف كان يفكر فيك بدرجة كبيرة انه انت ما كنت تفارق مثلا عقله. طيب خليناها شوفرت عشان احنا نتطمن. ما عندنا هون مباشرات الكروك. يعني مش عندي النصاح وخطواء ومشاعر ونغياء. بس خلينا نشوف عشان طلع الدبن والهارمند. بسبب خلينا نشوف. الشخصي ده شو بدو برنا كبرج الاسد. خلينا نشوف. عفكرا هادا الكابتل اقولت لكم انه غادركوا هادا الشخص. او عامل فيكم الاف. انسحق. زي خداعك وانسحق. الشخص هادا ده يحاول يطلعك من حالة الفقدان اللي حسسك فيه. او الغدر اللي اللي طلعك فيه في العلاقة. يعني طلعك من العلاقة بغدر. مش مسلا انفصلته بدون اي اي مشاكل. لأ شكل كنتم مشكلته كتير وهو كان القاسي اكتر. فالشخص زي بدو يرجع يوازنك من اول جديد. يرجع يعطيك حب من اول جديد. يطلعك من حالة الزعج. برج السرطون كمان تلا معنا. هنشوف الكوبة منكر. طب هين لا هذا الشخص نوي يرجع. هين لا يرجع بس الشخص هادا هو مخربط. مش مخربط. هو حس انه يسع عليكم. فالشخص هادا بدو يرجع يبرر للكو. ايوه يحط لكم مبررات لمواقف اللي حطكوا فيها. يعني مسلا غدرت بشيء ما. الشخص هادا يجي يبرر. بدو يجي يظهر برابطة. بدو يظهر برابطة. انا عملت كزا و كزا عشان انا مسلا كنت في حالة ادمان عند اطلع منها. وما كنتش راح قدر اتزوجك وانا في حالة ادمان. مسلا. انا كنت في زواج وانفصلت في هذا الزواج. وبقدرش اخليك طرف في حياتي وانا مش مستقرة. مسلا ماديا واسريا. الشخص هادا يجي في مبررات. وهزي ما حكتلكو بدو يطلعكو من الاحساس اللي حطكو فيه. هذا الشخص. بدو يرفعكو لمصلة احسن. وينسيكو الغدر اللي هو اللي فيكو. طب خلينا اخذلكو نصيحة قبل نختم الحلقة. نصيحة لبرج الاسد. عفوا. ايه شو تابع من هذا الشخص. اوه. انت زعلان هو بجي الاسد. انت في الماضي لساك انت في الذكريات. هون برولك السلام الداخلي ما بيجي لما نعرف ان الحب حقيقي. ها اطلع من الماضي وذكريات الماضي وحاول اسمع عن الشخص هدا. ان الشخص هدا فاعل بحبكو. هو ندمان جدا اكتر منكو. ندمان على اللي عمله فيكو. الشخص هدا احتمال ترككو فجأة. بدون صابق انذار. وممكن تدخل في علاقة اخرى. لكن هدا الشخص هو راح يغير حياته. في اشياء هو راح يغيره. فهون برولك النصيحة انك تطلع من الزعل والكاسات المسكوبة. انت في الذكريات فاهمة. انت في الذكريات. انت في الذكريات. انت بين الذكريات المقلمة والحلوة. بين الحنينة الايام الحلوة. بين المأساة اللي انت مرقبت فيها في العلاقة الحالي. فهون نقول لكم نصيحتك تطلع. لانه هون حكولك السلام الداخلي بجيش الا لما تطلع من الذ kalo. وحكي تلكم اكتليك كل الابراز ان شاء الله بتتمنى تكون الدقراءة عجباتتكو هل هذا الشخص فجأة تركه وحسيته بغدر وحسين انه كان عندك شوية حزن نحيته فحقول لهذا هذا صحيح وشكرا للك يا برج الأسد لو سمحت اذا كنت جديد معنا فالقناة يشتركوا فعل الجرس سيوصل لكم جديد لا تنسوا يا جماعة لايك بشير